بسم الله الرحمن الرحيم غراد عنوين الصحفة السودانية الصدر صباح اليوم الأحد 12 يناير 2020 استهلا بصحيفة الانتباه المعزول أصدر التكليفة مباشرة بشراء صحيفة السوداني تزعى إصابات في اجتباكات بين موالي لنظام السابق وثوار بمدني المهدي طالب بتعيين غالبية الأولى من حزبه العثور على أجنب مشنوب الحاج يوسف أحداث دامية بين موالي للنظام البائد ومجموعة من الثوار عبد الصفوف الخبز مطالب رفع حصة الدقيق لـ 175 ألف جوال يوميا صحيفة السوداني الدولية بلاغ ضد البشير فغضية الأستاذ أحمد الخير ملتغ المستهلك 30 ألف حافل لها تعمل وثم مئة ضص معطل حكيم العرب الثاني غابوس فرحاء والله مطالب إلغاء 11 مصنع للركشاد إطلاق نار واشتباكات وإصابات بين متظاهرين في مدني مزارعون بسنار يناشدون حمدوك للحصول على تعويضات منذ 28 عاما السوداني الدولية تكشف عن أوضاع متردية بمستشفى الشعب تحزير سعودي من رسائل العمر على شبكة التواصل مصرح ثلاثة أطفال في حريق بمعسكر السلام جنون بدارفور صحيفة الجريدة أنصار الزحف الأخضر يستخدمون السلاح الناري في بود مدني المهدي يدعو الانتخابات الولاحة الحدوث أي كان ماني عبد الحيو كذب علي عثمان لجنة الطباء تحمل اللجنة الأمنية بولاية الجزيرة مزولية الأحداث تمديد حضرة جهال بالبحر الأحمر اتحاد المخابس يدعو لزيادة فسرة الدكية المدعوم تضرروا حرب الخليط يطالبون الحكومة بحل مشكلة حقوقهم تحرير السودان تطرح مبادرة السلام بالداخل رسميا نهاية يناير صحيفة الصيحة مسيرة هادر الزحف الأخضر بود مدني واشتباكات واحتغالات المهدي يدعو الانتخابات لاختيار الولاحة دموقراطية محروسة الفكيء اريع المؤسسات الإعلامية الموقوف خلال الشهر الحالي التحالف السوداني للتغيير يعلن مشاركته في عملية السلام وفاة ثلاثة أطفال في حريب ومعسكر السلام للنازحين بنيالة تربية الخرطوم العهد البائد حارب التعليف حربهم ورمياء صحيفة آخر لحظة اشتباكات واستخدام سلاح في موكب الزحف الأخضر في الجزيرة المهدي نحن أكثرية وايك آنماني انتخابات مبكرة تورط نافذين صادقين في فساد بشركات التعدين القبض على مسلح في حداث مدني الفكيء اريع المؤسسات الإعلامية الموقوف خلال الشهر رحيل السلطان غابوس وابن عمه هاي الثم يخلفه وساط الاحتواء الخلاف بين الحلنقي وأبو الأمين صحيفة التيار التيار تنغل تفاصيل أحداث ميدان الحرية بود مدني ملثمون ينهبون زهبا بالمليارات من سيدة بالخرطوم حبدالواحد نور زيارة حمدوك لكاودا اتجاه صحيح لحل الأزمة في وثاغ العربية تلويح بشنق الثوار ووصفهم بالصعاليق حكومة الخرطوم توجه بتنظيم خمس رحلات إضافية لغطار الولاية الحداثة حاكم غليم كاودا النور صالح نحن بشر وسودانيون نحتاج الاهتمام بحقوق الإنسان مستفى تنبول يستقبل ما أتاها حالة يوميا الإيقاثة التيه لإعلان برتكول يسمح بحرية الحركة بين الدول الأعضاء عبدالواحي تدعو إلى عودة المنظمات الدولية للعمل في السودان مواني دبي تستعين بشركة ضغط لدفع واشنطن لدعم خطتها بالاستيلة على مينابور سودان شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة